يلا يلا تعالوا اشتروا البتزة البتزة السخنة الازيزة مين اللي عاوز يشتري يا سلام ده نجعان جدا ممكن تديني واحدة يا سمبا طيب هات 200 جنيه ايه ده ايه ده ايه هو سعرها غالي كده ليه لازم تديني فلوسها علشان ادلك البتزة يا كده يا بلال طيب خلاص بقى يا سمبا يا سلام انا كنت جعان قوي ايه ده ايه التليفون بيرنت لما ارد كده قالوا ايوه هنا مطعم البتزة تمام تمام يا فندم تحبها بتعم ايه الفراخ طيب خمس دقيق وجاي مع السلامة يا سمبا يا سمبا انا دبتلك الفلوس ايه ده ايه ده هو راح فين يا سلام ايه البتزة دي كلها اما اخد واحدة كده يا سلام اراح اكل احسن انا جعان جدا يا ماما انا جعان يا ماما انت فين ملت يا ود يا ميمون عامل دوشة كده ليه ولا انا جعان يا ماما ما قلتلك يا حبيبي الموز كله اللي في البيت خلاص خلص روح شوفه عنده عمه يمكن الشجرة بتاعته طرحت ولا حاجة طيب طيب يا ماما يا عمه يا عمه الموزة عندك طرح ولا لسه لا يا ابني الشجرة تقريبا كده بطت والمحصول كله بط معلش بقى روح شوف لك اي حاجة ولا فلس داني حتى كله يا خبر نجاعين جدا هعمل ايه دي الوقتي ايه الريحة الجميلة دي ايه ده ايه ده ايه ده ايه البتزة دي يا سلام دي بتزة بتزة بتعم ايه دي دي بتعم الجنباري هماخد هوابشي بسرعة يا سلام يلا تعالوا اشتروا ايه البتزة الشهية مين اللي عاوز يلا يلا لو سمحت يا خلا مسمبة انا عاوزها واحدة بتزة طيب يا ظرفة ثانية واحدة نعمل كده ونعمل كده اتفضلي بزتك بقيت جهزة شكرا جدا لكي مع سلامة سلام يا سلام هروح بقى البيت واكل البتزة برحتي ايه ده ايه ده مش البت الظرفة الطويلة اللي هناك دي يا سلام دي معاها اكل دي ولا ايه يا بط يا ظرفة سيبني سيبني بعد عني يا سالب يا مكور همسكك يعني همسكك هلا هو يا خبر يا خبر انت اخدت البتزة بتحدي ليل سلام بقى يا حلوة نقولها بقى واتحنى بيها اعمل ايه اما روح ارجعتاني الخلا مسمبة يا خلا مسمبة اهلا اهلا ايه ده لحيتي اكلت البتزة بسرعة كده يا ظرفة لا 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 السالب المكور اخدها مني ممكن تعمليلي واحدة بس انا احتاج لدين جنيه يا خبر انا كل الفلوس اللي معايا خلصت ممكن تديني واحدة كده ببلاش لا طبعا ماينفحش مع السلامة يا ظرفة روح البيت اعمل ايه دلوقتي انا جعينة جدا مفيش اكلي في الغبة خالص ايه ده ايه ده ايه الريحة دي يا سلام ده فيه بزة اما خطها وامش بسرعة واو دي شكلها جميل قوي ايه سلامة على السكوتر بتاعي واو ده سريع جدا ياه انا جعانة جدا لما اروح اروح البيت يا ماما يا ماما انت رايحة فين كده مع السلامة بقى يا جزال انا رايح اسأل على خالتك يا حبابتي علشان تقريبا كده تعبانة طب انا جعانة جدا يا ماما اعمل ايدي الوقتي معرفش انا رايح اسأل على خالتك ولما نرجع بقى نشوف لنا اي حاجة ناكلها يا خبر اروح العب بالسكوتر بتاعي شوية لحد ما ماما ترجع ايه ده ايه ده ايه ده بيتزا يا سلام اما خد لي واحدة كده اروح اكلها بقى بسرعة اه لا انا تعبتي اول في الطلبية دي لما ارجع بقى لمحلي ايه ده ايه ده البيتزا بتاعتي رأسين من اللي اكل البيتزا يا سنبا يا سنبا انا جبتلك الفلوس اهو عشان انا اخدت واحدة بيتزا يبقى انت يا فلافيلو اللي اكلت كل البزا بتاعتي ليه كده يا فلافيلو لا لا يا صعبي انا ما اكلت شجر واحدة بس يا خبر يا خبر شفتم يا جماعة انا لقيت البزا دي وانت كمان يا ميمون اخدت من البزا بتاعتي بتاعت مصعامي انا زعلان منكم استنى استنى بصت على يا سنبا تعالى ايه ده يا غزالة انت والزرفة بتعمله ايه احنا بنأكل بزا لقينا في الغابة هنا بزا كده ببلاش يا خبر دي بتاعات مطعامنا زعلان منكم هنعمل ايد الودي يا فلافيلو احنا لازم نعمل خطة ونزاعد سنبا ونصالحه يلا بسم الله الرحمن الرحيم وو 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 ايوا كده اتحولت الشيف وانا كمان لازم اتحول لرجلو الدليفري وو 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 ايوا ميمون رجلو الدليفري انا الزرافة هتتحول لشيف وو 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 وأنا الغزالة الشائية أيوة كده اتحولت الراجل الكشير يلا يلا تعالوا اشتروا البتزا يلا يلا من اللي عاوز إيه إيه ده يا أصحاب انتوا فتحتوا المطعم تعالوا يا سمبا ما تزعلش إحنا فتحنا لك المطعم أنا بقى الظرافة هبقى الشيف واسعدة وأنا كمان هبقى الشيف واسعدة يلا بنا بقى يا أصحاب يمبيع البتزا يلا بقى يا سمبا إيه يا أمو سمبا ما جهستيش الأكل لا يا أمو سمبا أنا ما عملتش أكل ومش ناوية أعمل علشان أنا تعبانة جدا طيب يا ست براحتك لما جيب التلفون كده واحد اتنين ثلاثة قالوا قالوا مطعم البتزا اللي في الغابة بتاعتنا طب لو سمحت ابعت لي واحدة بتزا كبيرة قوي ويردت أنصها جبنة والنص الثاني فراخ طيب طيب مع السلامة مين اللي طلب الأوردر دا يا فلافيلو عام أمو سمبا وعاوز نصها جبنة وقال قطروا الجبنة والنص الثاني فراخ يا خبر ما عندناش جبنة طيب بسرعة أنا هروح بي 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 إزايك يا بقرة عندي الجبنة استنى يا ابني لما شوف كده أنا حولت اللبن لجبنة ولا لسه أيوة أيوة اتفضل آخر علبة جبنة عندي أهي شكرا يا بقرة خد يا ود يا فلافيلو فيني الفلوس صحيح اتفضلي مع السلامة أهو أنا جبت الجبنة يا سنبا طيب كويس جدا نعمل كده وكمان كده وكمان كده كده البزة بقيت جهزة يلا يا عامل الكشير جهز نفسك علشان تستلم الفلوس أنا جهزة أنا جهزة أهو يلا يا ميمون البزة طيب مع السلامة بي 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 وسعه للبزة الشهية بي 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 يا السلام البزة وصلت أما روح بقى أشغل كرتون وعد أكل يا السلام طعمها جميل إيه دا إيه دا يا بو سنبا انت بتاكل من غيري معلش بقى أنا طلبت بي بزة طيب هات حتة بقى لا مش هتدي لك ولا حتة فين التلفون بتاعي واحد اثنين تلاتة اربعة لو سمحتو مطعم البزة اللي في الغابة بتاعتنا طيب بقا تقولي واحدة بي بزة تكون كبيرة قوي اه بالفراخ يا ريت بالفراخ إلحق إلحق إلخاistas يا سنبا كمان عاوزة بي بي بزة بالفراخ طيب يا يلا يلا يا فلافيرو عندك فراخ لما شوف كده في التلاجة يا خبر ما فيش اي فراخ اما روح بسرعة اشوف الفرخة استنى استنى انا هروح انا طيب يا زرف هروح بسرعة لو سمحت يا تنت الفرخة عندك فراخ يقول لي بتقولي كده ما عندنا فراخ النهار ده روح اسألي في السوبر ماركت يلا طيب طيب ما تزعليش يا طنط الفرخة لو سمحتوا يا عم السوبر ماركت عندك فراخ طازة وتكون حلوة ايو يا بنتي اتفضلي فرخة لزيزة اهي شكرا جدا يا عمو مع سلامة الفراخ اهي يا سيمبا طيب كويس جدا نعمل كده وكمان كده اتفضل يا ميمون البزا طيب يا جماعة مع سلامة بيب 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 وصعوا للبزا الشهية بيب 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 اتفضلي يا خلم و سيمبا البزا اهي شكرا يا حبيب اتفضل الفلوس وقل لي سيمبا برافو عليك ثم باصري مع السلامة ايها يا ميمون انتوفرت العرور و استالها ثم باصري ل simple شكرا يا ميمون يا لديك انتون شطر منك هنالك احبينك تفضل الفلوviet شكرا يا مامتي مع السلامة بالغنق و الشفاء كده يا سمبا بقى معانا فلوس كتير قوي ايوه يا سمبا بقى معانا فلوس ممكن نعمل بها ايه ممكن نساعد اصحابنا الفار ونجب لهم العب ونفرحوا او كمان ممكن نعمل لهم بذة ونوزعها عليهم ببلاش فكرة حلوة قوي دي مع السلامة يا اصحابي يا خبر يا خبر الشمس عمالة تحرقني وانا كمان حران جدا وانا كمان يا اصحابي يلا نشتري كبات احنا ننسينا نشتري كبات للبحر ايوه صحيح يلا بينا يلا يلا ايه الكبات الكبات يلا علشان الشمس متحرق كوش يا عمو انا عاوز كاب للبحر طيب يا سمبا يا حبيبي اختار واحتار انا اختار الكاب ده وانا كمان اختار الكاب ده يا عمو وانا كمان يا عمو اشتري الكاب ده طيب يا حبيبي مبروكين عليكم شكرا جدا يا عمو ارأيكم يا جماعة نروح نشتري المايوهات جديدة السنة دي شعلا انا حسن المايوه بتاعي باديم خالص طيب يلا بينا يلا يلا المايوهات البنات الجميلة مين اللي عاوز المايوهات لو سمحت يا عمو انا عاوز مايوه ارسوا انا طيب يا فيله يا حبيبتي اتفضلي ارسوا انا وانا كمان يا عمو عاوزة وحيد الكارنليون كورن ده طيب يا حبيبتي اتفضلي وانا كمان عاوزة اللي عليها ارسوا البحر طيب يا حبيبتي وانت بقى انا عاوزة موانا طيب يا حبيبتي مبروكين عليكم نسينا نشتري شاباش بالبحر طيب يلا بينا يلا يلا الشاباش بالحلوة الجميلة مين اللي عاوز يلا يلا انا عاوزة يا عمو باش يا فيله عاوزة اللي لونه ايه انا عاوزة اللي لونه بينك يا عمو وانا كمان يا عمو عاوزة اللي لونه اغضر ماش يا اردونا وانت بقى يا ظرافة انا عاوزة اللي لونه اورنج طيب يا حبيب مبروكين عليكم شكرا جدا يا عمو كده فضلنا ايه يا اصحابي يا خبر احنا نسينا اهم حاجة ايه العوامات طيب يلا يلا بسرعة نشتري عوامات البحر يلا يلا اللي اعوذاء عوامات البحر تعالوا تعالوا تفechesوا تعالوا media احن يا عمه ان احسننا نشتروا عوامات البحر طيب يا حبيبي عندي العوامة الجميلة وكي放ض العوامة جميلة اختروا بقى واحدارو طيب او انا اختار العوامة انا اختار العوامة اخضر مال النهاية pallid hustle انا اختار العوامة انا اكترا الا Kalid انا كمان اختار العوامة وانها اجمل واحدة اخضر لا يا حبيبتي كلهم حلوين ومجمال مبروكين عليكم يلا يلا يا أصحابي تعالوا نشتروا كبات للبحر أي وصحة علشان الشمس بتبقى الجو حر جدا يلا يلا الكبات الكبات مين اللي عاوز يحمي نفسه من الشمس يلا يلا لو سمحت يا عمو أنا عاوز الكب ده طيب يا حبيبتي وأنا كمان يا عمو عاوز الكب ده كمان مبروك عليك يا حبيبتي وأنا عاوز الكب ده ماشي وانتي يا أردونا لا انا عاوز اشتري نظارة شمس طيب انا عند النظارة الحلوة دي وكمان النظارة دي ونظارة الشمس الظريفة دي يا سلام انا اختار النظارة دي وانا كمان هختار النظارة دي وانتي يا اردون هختار انا كمان النظارة دي يا عم وانا كمان هاخد النظارة دي طيب يا حبيبي مبروكين عليكم شكرا جدا يا عم يا اخيرا اشترينا كل الحاجات يا اردون ايوة بس للأسف البحر خلاص قفل يوليوم خلص هنعمل ايه دلوقتي يا اصحابي انا من رأي ان احنا نروح وننبدري وبكرة بقى بقى نرجع البحر بس احنا مش هنضيع وقت زي النهاردة اكيد النهاردة ضيعنا الوقت كله في الشراء لا المرة بكرة بقى ان شاء الله هيبقى معنا كل الحاجات وهنستمتع باليوم طول النهار وهنبلبط كمان في المية طيب كويس انا روح دلوقتي يا اصحابي عاوزين حاجة لا شكرا يا سمبا مع السلامة يلا يلا بقى يا اصحابي علشان ننزل المية ممنوع يا حبيبي خلاص البحر دلوقتي قفل وتعالوا بكرة الصبح بدري يا خبر بعد ما اشترينا كل حاجة هنرجع البيت في الاخر معلش بقى يا اصحابي ما تزعلوش بكرة نيجي من بدري ونقضي اليوم كله سوا في المية ان شاء الله اروح بقى ودى الطلبات لمعامة بيب 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 ساعة ساعة بيب بيب ايه ده ايه ده حاسب يا عمو بيب 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 حاسب يا بنتي حاسب اوه اوه بيب 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 ساعة 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 يا خبر ابيض البنت دي لازم تتنقل بسرعة للمستشفى حتى عربية الاسعاف مش هتلحق توصلها انا جاي يلا يا نمور يا حبيبي وديها بسرعة للمستشفى حاضر حاضر هواديها بسرعة يلا حبيبتي انا مشكلة جدا لك يا نمور لو لو سرعتك هي اللي انقذت بنتي وخلتها تلحق تتعالج ما تشكرنيش يا تنت الظرافة حمد الله على سلامة الظرافة بنتك وان شاء الله بكرة تخف وتتحسن وكمان تبقى كويسة شكرا جدا لك يا نمور انت شجاع جدا يلا تعالوا اشتروا من عند اردون مين اللي عاوز ايه ده ايه ده يا سلام ده في حلوة هناك جميلة قوي لما اسرقها كده ايه ده ايه ده الحقوني حدي الحاني ملك يا اردون بتسرخ ليه الحاني في حدي سرق مكينة الحلوة طيب سبني انا هدور على الحرامي وان شاء الله رجعلك المكينة هلما اهرب بسرعة تعال هنا يا عمابسنبه همسكك يا انا همسكك ايه ده سبني سبني انت اعاوز مني ايه علشان احطك في السجن ازاي تسرق كده يا عمابسنبه اعمل ايه كان نفسي في الحلوة ومش معايا فلوس خالص طيب يلا ادخل السجن ادخل اتفضل يا اردود مكينة الحلوة بتاعتك شكرا جدا انا مش عارف اقولك ايه علشان اللي بيحصل يا جماعة هنا في الغابة ما حد يقولينا اه ضل بيحصل كتير جدا يوم التطعمات ده كان يوم غريب الحيوانات اللي الطعامت كانت الطعامت بابطال خاركين يعني هي الحعنة فيها مفعول سحري بيحول الحيوانات دي لابطال خاركين انا بنتي والله انكذها كابتن امريكا وانا كمان بنتي انكذها ايرون مان واحنا كمان الحمد لله ساعدنا سيمبا وكمان رجع بنتي الكاتكود وعرفت مكانها مع انها داهد مني وكانت عملة بالدور علي في الغابة بس الحمد لله قدرت اوصل لها الحمد لله يا جماعة الاولاد بقى يشطرين وبيستعدوا بعضهم ابنك الفلافيل وكان شطر جدا وساعدنا وعمل حاجات حلوة في الغابة وحط الناس الشريرة جوا السجن ياريت دايما التطعمات تبقى كده لا لا دي التطعمات دي كان فيها مفعول سحري وخلاص المفعول ده راح يعني احنا بقى ارضو في جوانا قوة خارقة لو عاوزين نطلعها هنطلعها يعني مش هنحتاج لحقا ولا اي حاجة ازاي دا بقى يعمل حاجة ايوة زي ما بقولك كده احنا جوانا قوة بس احنا نقدر نطلعها بقى في وقت الشدة طيب يعمل فيه لسيبني بعد انا اروح بقى وجيب بنتي من الحضانة اخرت عليها جدا شوفت يا بسمة اللي بيحصل في الغابة الحيوانات كلها تحولت لابطال خاركين ايوة فعلا انا عرفت الموضوع ده بالصدفة بس دلوقتي التطعمات دي شلوها من السوق